وهي كانت طريقة من طرق التفاوض اللي تعلمناها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نقول شوية اخر حاجات ممكن ننصح بيها وتبقى بسرعة ممكن نعملها ان احنا نتعود ان احنا اول اجراء نعمله ان احنا نسمع الشريك حياتنا كل يوم واعرف منه وهو محتاج ايه تاني حاجة خليك لين في كلامك الكلام اللين يوسع الصدر عشان يسمع الكلام ويقبل مساحة مشتركة تكون مساحة امان وخليه يحس ان هو ممكن يعبر من رأيه من خلال ان انت تترك له مساحة ان هو يعبر عن كلامه وما يصدقني مع الوقت عتحس ان كل المخاوف اللي كانت عندك من كلامه ان كلامه هيجرح ان كلامه هيئزي ان كلامه هيدايق مش هيحصل تالت حاجة تجنب الانتقاد والسخرية من شريك حياتك واحرص على تشجيعه دايما ان هو يتكلم رابع حاجة واخر حاجة خلينا دايما نتفق ان حتى لو ما لقناش حاجة مشتركة بنا عشان نقوم عليها بعد التفاوض ده ففي شيء مشترك مهم جدا جدا ان احنا ما زلنا احباب ما زلنا اصدقاء وان الصداقة ابدا 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 مهما اختلفنا مش هتتغير تعالوا نتفق ان احنا مهما تفاوضنا وما لو ما خرجناش بحاجة تعالوا نخرج بحاجة واحدة بس ان احنا نقول لبعض ان الاحبة دائما بيسعو ان هم يفكروا حتى في غير وقت النقاش عشان علاقتهم تستمر مليانة رحمة ومودة وجمال وخير على طول الوقت خلونا نفكر حتى فيوقات غير الحوار ويبقى التفاوض كمان تفاوض داخلي بيننا وبين محبتنا عشان نوصل على حاجة تسعدنا والديم بالراحة في بيوتنا يا رب يجعل بيوتنا دايما مليانة حكمة واندوق ونور وبركة وخليها دايما يا ربنا مغموس ده كله في الرحمة والمودة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين